السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا بحضرتكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من ملتقى الفكر الإسلامي والذي يأتي برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حقيقة في هذه الحلقة سنتحدث فيها عن فضيلة هامة لا بد أن يتحلى بها المسلم وهي فضيلة الصبر والحقيقة أيضا في الحديث عن الصبر هو المقياس الحقيقي لقوة إيمان العبد والثقة برب العباد بهذه الحلقة سنحاول أن نطرح معاني ورؤى كثيرة جدا حول الصبر مصداقا لقول الحق عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين أتشرف في هذه الحلقة بوجود ضيفي الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع يوسف عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف الأسبق وأيضا فضيلة الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب وزارة الأوقاف أهلا بحضرتكم في ملتقى الفكر الإسلامي الحقيقة أبدأ مع حضرتك فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع يوسف مع الصبر وهذه الفضيلة الغالية التي تقيس المعنى الحقيقي لقوة إيمان العبد وأيضا الثقة برب العباد فضل حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وملائكته وأمرنا بأن نصلي عليه دائما أبدا فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ما طلعت علينا شمس وغربت ما تحركت فينا الدماء أو توقفت ما هبت على كوننا هذا رياح أو سكنت ما سالت في بحارنا قطرت مياه أو تجمدت صل اللهم على حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلاة تنير لنا الطريق في الدنيا فنبصر على آثارها الحلول الميسورة لمشكلاتنا الكثيرة وصلاة تنير لنا الطريق يوم القيامة يوم يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجر من تحتها الأنهار وبعد فمرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الصفة التي نتحدث عنها خلقا فينا أولا قبل أن ندعو إليها نتحدث اليوم عن خلق ما أحوجنا إليه ألا وهو خلق الصبر والناظر في آيات القرآن الكريم يجد أن لفظ الصبر من أكثر المعاني الأخلاقية التي ورد الحديث عنها في القرآن الكريم بعض العلماء يقول سبعين آية والبعض يقول تسعين والبعض يقول مئة والبعض يقول أن مفردات الصبر الصبر بمفرداته فعلا وإسما ومصدرا والأفعال فعل أمر وفعل مضارة تصل إلى حوالي 135 مرة في القرآن الكريم الصبر وأنا أدخل إلى هذه القضية مما قصه القرآن علينا من أكبار الأنبياء عليه الصلاة والسلام وكيف كانت هذه الصفة في هؤلاء الأنبياء الأنبياء منهم أولو العزم عليهم الصلاة والسلام وهم قبل النبي محمد سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى والقرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قائلا له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أصبر على الدعوة كما صبر أولو العزم من الرسل سيدنا نوح عليه السلام مكس ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو إلى ربه سرا وجهرا يدعوهم فرادا ومجتمعين ولكنهم في كل مرة يصمون آذانهم عن دعوة نوح عليه السلام إلى أن أخبره الله سبحانه وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قبلك إلا من قد آمن وهنا كانت دعوة نوح عليه السلام على قوم نوح عليه السلام تحمل الأذى في سبيل الدعوة ومكث هذه السنين الطويلة وذلك هو من أول العزم ونبي الله إبراهيم عليه السلام تحمل ولاقى في سبلي تبليغ دعوة ربه من قومه ومن غير قومه وابتلي في أمور كثيرة منها أنه ابتلي بأن يذبح ولده وقد جاءه على كبر وأمر أن يذبح وامتسل الأمر ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه أمر بأن يذهب بولده الذي ورد في خلالة حياة إبراهيم عليه السلام وكان إبراهيم في لحظة يحتاج فيها إلى الولد أمر أن يأخذه ويذهب به إلى مكان ليس فيه أنيس ولا جريس ولا إنس ولا جان وأن يترك هذا الوليد وأمه في هذا المكان اللي هي إسماعيل وهاجر سيدنا موسى عليه السلام لقي ما لاقى من الإيذاء من فرعون ومن بني إسرائيل بل إن نبي الله موسى عليه السلام لقي من بني إسرائيل أكثر مما لقيه من فرعون لأن مع فرعون كانت الأمور إن لم تؤمن بها تقتل وخرج وطارده فرعون إلى أن حدث الغرق ولكن بني إسرائيل كانوا يصبحون مؤمنين ويمسون كافرين ويمسون مؤمنين ويصبحون كافرين ويطلبون طلبات من أرن الله جحر وإلى غير ذلك من آيات كثيرة جدا طلبوها من موسى عليه السلام فكان من أولي العز وكذلك نبي الله عيسى عليه السلام أوذي في حياته وبعد موته أوذي من محبيه ومن كرهيه على حد سواء ولذا كان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يمتثل طريق الأنبياء السابقين من العز فقال له الله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر خلو العزم من الرسل ولا تستعجل له وصبر عند النبي صلى الله عليه وسلم صبر شديد وصبر كبير صبر على ما لاق وقوزي وعذب وكذب والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على هذه الأشياء جميع بل لو تتبعنا قصص الأنبياء في حياة المرسلين جميعا وحياة الصالحين سوف نجد أن خلق الصبر كان موجودا عند هؤلاء في صورة يوسف والحديث فيها عن قصة يوسف عليه السلام وعن يعقوب نجد أن لقي يوسف ولقي يعقوب من الأزمات ما لا يتخيله العقل وذلك لحكمة إلهية يوسف عليه السلام وهو المحبوب من أبيه والمفضل لديه يوسف عليه السلام يلقى العنة من إخوته في بيت أبيه ويدفعهم كرههم ليوسف إلى أن يتآمروا عليه ليقتلوه ولكنهم بدلا من أن يقتلوه ويفتضح أمرهم ألقوا به في الجب في البئر المكان العميق وصنعوا تمثيلية على أبيهم قائلين له أن الذئب أكله ويوسف عليه السلام يلقى في البئر ويلقى في الجب وبعد ذلك تأتي السيارة الناس المسافرون للتجارة يذهبون ليستقوا الماء فوجدوا هذا الصبي فيأخذوه ويبيعونه عبدا منلوكا في مصر وينتقل من أزمة إلى أزمة ففي هذا البيت الذي تربى فيه في مصر أراودتهم رأة العزيز عن نفسها وقالت هيت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك والعلماء يقولون أن صبر يوسف عليه السلام وهو في بيت العزيز على المعصية كان أكثر من صبره وهو في الجب لأنه في الجب ليست له إرادة لكي يخرج أو لا يخرج ولكنه في بيت العزيز كانت له إرادة أن يفعل الفاحشة أو لا يفعل هذه الفاحشة ولكنه امتنى وبعد ذلك ورغم وضوح براءته يتهم في عرضه ورغم وضوح البراءة يسجل لو أن إنسانا من البشر حدثت له كل هذه المواقف المتعاقبة وراء بعضها يخرج من محنة ليدخل محنة ويخرج من محنة ليدخل محنة سوف ربما يشك في إيمانه ويشك في كل شيء ولكن يوسف عليه السلام وهو في السجن بعد أن تأمر عليه وسجن وهو في السجن يدعو إلى رب يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار ويبدأ يدعو إلى الله وهو في السجن ولما تأتيه البشارة أن يخرج لا يتعجل الخروج ولكنه ينظر أولا إلى إثبات براءته من التهمة التي نصب إليها فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطانا أيدي يا أهن إن ربي بكيد إن علي ويأمر الملك بفتح تحقيق جديد في القضية وتحقق القضية من جديد ويسأل الملك النساء فقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي قيد القائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ويظل صابرا محتسبا ومع الصبر في نهاية القصة حينما يأتيه إخوته ويقولون أنت الله لقد آثارك الله علينا وإن كنا لخاطئين يقول لهم لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم وهو أرحم الراحمين وكما كان صبر في قصة يوسف أو في نفس يوسف فهناك صبر أيضا في نفس الأب والأب قد يكون مجغولا بابنه أكثر من شغله بنفسه ولذا في التعزية في وفاة الوالد أو الوالدة يقال الحمد لله الذي أراح قلبه أو أراح قلبها بوفوفك على قبرها ولم يحرق قلبها بوقوفه على قبرك لأن قلوب الأباء تخاف على الأبناء أشد الخوف هنا يعقوب عليه السلام يرى التآمر من إخوته وحينما يختلف الأبناء داخل البيت الواحد يكون هذا للأب يعني شيء عظيم وشيء فضيع جدا أن يجد أولاده مختلفين لأنه يريدهم أن يكونوا مجتمعين دائما فتلك هذا شيء أيضا يتآمر الإخوة والأب يعرف كذبهم حينما جاءوا على قميصه بذم كذب يعرف كذبهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وبرضي يكررها حينما غاب الولد الثاني والكبير الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أما قالوا أسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال أيضا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا جميعا يوسف وأخيه الذي معه والغريب الذي قال أنه سيظل في الأرض في أرض مصر حتى يأذن له أبا يعقوب عليه السلام من شدة الأزى والحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا طالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو أبثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون هذا مثل يضربه القرآن للعقوب عليه السلام الصابر المحتسب قد يقول قائل طب هو بيضت عيناه من الحزن بإذا لم يصبر لا هو صبر وسلم الأمر ولكن أي نفس بشرية يعتريها الحزن والتشريع عندنا والقرآن يراعي طبيعة النفس البشرية لا يحلق في الكيال وإنما يراعي هذه الطبيعة هذه الطبيعة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حمل ابنه إبراهيم الطفل الصغير إلى الجبل وكان النبي قد جاوز الستين ورزق بهذا الغلام ولم يكن يعيش غير فاطمة هو الولد الوحيد ففرح به فرحا شديدا ولما مات عنده عام ونصف العام حمله وصعد به إلى الجبل واقف أباب الجبل يقول والله لو أن بك ما بي لدكك ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لا صابرون لأنه النفس الإنسانية فالإسلام براعي طبيعة النفس يعقوب عليه السلام حزين ولكنه صابر مسلم للأمر الله سبحانه وتعالى هنا وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو أزني وبثي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأيضا موقف أبنائي معه حينما قالهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ورفضوا وقالوا الله تفتأ تذكر يوسف إذا لقي يعقوب عليه السلام من أبنائه ما لقي وضرب به القرآن مثلا في الصب والقصة التي نستشهد بها هي قصة أيضا من الأنبياء هي قصة نبي الله أيوب عليه السلام حينما أبتلي في جسده وفي ماله لكن لابد أن نذكر شيئا أو نقرر شيئا إن الروايات التي تقول أن سيدنا أيوب عليه السلام أوزي في بدنه وبدنه بعمرات جلدية وكانت الديدان تقرج من جلدي هذا لا يمكن أبدا ولا نقرره لأنه يتنافى مع عصمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام اللي موجود في الآية إن هو أصيب بضر في بدني وأصيب بضر في ماله وأهله واشتكى إلى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فأسر الصاد وأذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب نقف وقفات الملاحص في دعوات الأنبياء عليه الصلاة والسلام عدم التطاول وعدم الاستغراق في الدعاء الكثير الكثير الذي يغفل عنه القلب ولكنه دعاء في الحقيقة يخرج من القلب وينحصر في الأمور المقصودة ولذلك كان بعد دعاء الأنبياء يأتي التعقيب بالفاء مباشرة فاستجبنا له هنا مع أيوب ومع زكريا ومع ذنون وكله فاستجبنا يأتي بحرف الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب لأنه كلما كانت دعاء خالصا لله سبحانه وتعالى كلما كانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى سريعة ولكننا للأتف نتطاول في الدعاء بالكلام بالفصاحة بالبلاغة بالدراعة وليس بالاستكانة وليس بالخشوع لله رب العالمين سيدنا أيوب لصبره القرآن يركز على صفات أولا واذكر والحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر أن يذكر أيوب هذا يعني تشريف لأيوب ورفعة لمكانة أيوب عليه السلام أن يذكر في الأمم المتأخرة واذكر عبدنا إضافة إضافته إلى العبيد المخلصين العباد المخلصين لله سبحانه وتعالى عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مساني الشيطان شوفوا الأدب لم يقل مردت أو أنت أمردتني وإنما يقول مساني الشيطان بنصب وعذاب والنتيجة المواشرة أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب وهذا مغتسل بارد وشرب لأسف الشديد وجدنا من يدعو إلى شرب الماء المثلج وإلى الاستحمام بالماء المثلج ويقولون هذا أعلاج لا يا أخوانا هذا مغتسل بارد البرود الحقيقية التي يتحمل لا نريد أن نحمل آيات القرآن الكريم ما لا تتحمل أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ربما كان الجسم فيه سخونة فيحتاج إلى شيء يبرد الجسد هذا مغتسل بارد وشراب برجلك هذا مغتسل ليس هذا فقط بل عوضه الله وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر لأولي الألباب وجعل الله له حلا في اليمين التي أقسمها على زوجته وخذ بيدك ضغطا فضرب به ولا تحنت وبعدين يختم بالتزيل إن وجدناه صابر نعم العبد إنه أواب الله سبحانه وتعالى يقول عن أيوب عليه السلام نعم العبد نعم العبد إنه أواب أي بصبره ورجوعه إلى الله ودعائه إلى الله في كل لحظة أصبح من عباد الله المقربين الخاشعين لله سبحانه وتعالى أيضا ونحن نتكلم عن الصبر عند الأنبياء مسك الختام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي تحمله للمتاعب والمصاعب المتاعب النفسية على نفسه الشريف في أسرته يموت أولاده قبله ثلاثة من الذكور وثلاثة من الإناس ولم يبقى معه يعني في حياته إلا سيدة فاطمة رضي الله عنها وهو أخبرها أنها أول أهل بيته لحوقا به يعني لم يبت له ولد ولو ولدان ولو ثلاثة وإنما يموت له ستة من الأولاد وآخرهم إبراهيم الذي كان في العام والنصف العام من عمره ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم يصبر في جهاد الدعوة وفي تكذيب أهل الدعوة وأهل الدعوة لم يكذبوه لشخصه وإنما كانوا يكذبون آيات الله ولذا قال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون والقرآن بواعي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل على هذا قلوه وإن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي أنفقهم في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين يأتي آيات القرآن تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يلقيه من إذاء أهل مكة وأن يصبر مع المؤمنين معه الضعفاء الفقراء الذين اعترض أهل مكة عليهم وقالوا يعني كما قال أهل نوح أنا اتبعك وقد اتبعك أن أؤمن لك وقد اتبعك الأرزلون هؤلاء أهل مكة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اجعل لنا يوما ولهؤلاء يوما وينزل القرآن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها استبر يعني مش صبر فقط لا واستبر أكثر من الصبر كر الصبر لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى القرآن يوضح لنا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصبر هذه ويأمر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان القريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القرود القرآن يعرض وصيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض جانبا من الصبر لما كذب أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجد متنفسا للدعوة بعد موت أبي طالب وموت كديجة وسمي العام في كتب السيرة بعام الحزن ليس حزنا على أبي طالب وليس حزنا على كديجة وإن كان مثلهما يحزن عليه ولكنه كان حزنا على الدعوة لأن قريش لم تنل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيزاء جسده الشريف إلا بعد موت أبي طالب لأن أبي طالب قال والله لن يصل إليك بجماهن حتى أوسد في الطراب دفير أراد النبي أن يجد متنفسا فذهب إلى الطائف ورحلة الطائف ليس رحلة ترفيهية وإنما الذين ساروا على طريق الهدى الذي يربط مكة بالطائف ويرتفع فوق رؤوس الجبال يعرفون وعورة هذا الطريق ويبدو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطعه وزيد بن حارسة مشا على الأقدام ووصل إلى الطائف ولم يجد أهل الطائف أكرم من أهل مكة بل إنهم أغروا صبيانهم وعبيدهم وعبيدهم أن يقزفوه بالطوب وبالحجارة ويسبون حتى دميت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يصبر ويحتسب ولما يأتيه ملك الجبال ويقول له لو أردت أن أطبخ عليه والأخشبين فعلت يقول له لا إني أدعو الله أن يخرج من أصلابهم الذرية الطيبة التي تعبد الله سبحانه وتعالى إذن الصبر كان عند الأنبياء جميعا وما أحوجنا جميعا وأحوج الأمة جميعا مسلمين جميعا في كل مكان أن يتخلقوا بهذا الخلق صبر في العبادة وصبر في العلم ذي قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح وصبر على المصائب وصبر على الشدائد الصبر لأن الصبر لا يأتي إلا بالأجر العميم والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضح أن الإيمان نصفان نصفه صبر ونصفه أجر يعني نصف الإيمان بالضبط يدخل تحت الصبر في العبادات وفيه 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 وهو الذي عليه نصف الأجر الذي ينال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وفي دعاء عباد الرحمن في سورة الفرقان أولئك يلزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين في البأساء والضراء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم فتح الله عليكم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع يوسف والحقيقة فضيلة الدكتور تحدث عن الصبر كصفة للأنبياء وكيف كان هذا الصبر هو القياس الحقيقي لقوة الإيمان والثقة بالله عز وجل ننتقل إلى فضيلة الدكتور أشرف فهمي ونتحدث معه عن النصف الآخر أو جزاء الصابرين وذلك مصداقا لقوله تعالى وبشر الصابرين فضل مهلا الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا علي لم يزل في علاه سمية نظرة من بحر جوده تملأ الأرضرية نظرة بعين رضاه تحول الكافر ولي وأصلي وأسلم على السراج المنير ورحمة الله للعالمين إمام الصابرين المحتسبين وعلى آله وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد ففي الحقيقة إن الصبر خلق إسلامي عظيم يتحلى به كل مؤمن صادق علاقته بالله سبحانه وتعالى قوية لكننا نريد أن نعرف ما هو الصبر فالصبر هو حبس النفس عن الجزع وحبس الجوارح عن المعصية وحبس اللسان عن الشكوى وكما قال أهل العلم هو الصبر على المأمور والصبر عن المحظور والصبر على المقدور وقد أمر الحق جل علاه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الصبر فأمره ربه سبحانه وتعالى أن يكون صابرا كما صبر من قبله من الأنبياء فقال مخاطبا إياه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأمر المؤمنين أن يستعينوا أن يستعينوا بالصبر وأن يستعينوا كذلك بالصلاة فقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فالاستعانة بالصبر طريق للهداية وطريق للصواب وإذا أردنا أن نقسم أنواع الصبر لأن ربما يقع أحدنا أو يكون حاله في هذه الأنواع وإذا وقع أحدنا في هذه الحال فماذا يفعل النوع الأول من الصبر هو الصبر على طاعة الله وأمره والصبر الثاني هو الصبر عن المعصية والذنوب والآثام أما الصبر الثالث فهو الصبر على الإبتلاء وبعبارة أهل العلم التي ذكرتها قبل قليل حينما عبروا فقالوا هو الصبر على المأمور أي كل ما أمرك الله جل في علاه من العبادة والطاعة والإحسان والإخلاص والمعاملات فالصبر ليس فقط في الأمر الطاعة في العبادات بل كذلك يشمل المعاملات فقد أمر الله سبحانه وتعالى بكل خير فلنصبر في عباداتنا على الطاعة فلا يأخذنا الشيطان من الطاعة إلى المعصية هذا معناه الصبر ولربما أحدنا إذا اختلسه الشيطان فلم يصبر على الصلاة فيصلي يوما ويترك يوما بل هناك من يصلي شهرا ويترك شهرا بل هناك من لا يصلي إلا في رمضان بل هناك من لا يدخل المسجد أصلا لا ليصلي بل ليصلى عليه فهو لم يصبر على الطاعة ولا على العبادة ولا على الصلاة النوع الثاني هو الصبر عن المعصية طبعا النوع الأول له أنواع كثيرة كما ذكر أستاذنا الجليل الصبر على الطاعة والعبادة ونأخذ مثالا نموذجا عمليا لسيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل فكان الوالد وابنه نموذجين للصابرين المحتسبي فقد أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل فقال القرآن فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى هنا الأمر صعب فإما أن يستجيب لأمر الله الذي جاء من السماء إليه وهو وحي وإما أن لا يصبر على هذا فكانت الاستجابة لأمر الله من الوالد ثم يأتي دور الإبن ليختبر كذلك في الصبر فما كان منه إلا أن قال لوالده مستجيبا لأمر الله قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فالموقف هذا الموقف يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى صابر إذن طاعة الوالد وطاعة الولد كانت بسبب الصبر الذي بيّنته الآية الكريمة النوع الثاني من الصبر وهو الصبر عن المعصية يعني إنسان يمسك نفسه عندما تأتيه المعصية لا يقدم إليها ولا يتقرب منها بل يحاول أن يفر منها كفراره من الحيوان أو من الأسد وهذا ما وضعه القرآن أيضا مع سيدنا يوسف حينما جاءته امرأة العزيز وقد شغفها حبه وحاولت أن تغويه وأن تجره إلى المعصية وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه المفسرون في هذه الآية الكريمة يقولون همت هي أن تأخذه إلى المعصية وهم هو بالخروج والابتعاد فالهم هنا غير الهم هنا فهمها إلى المعصية وهمه أن يبتعد وأن يمتنع عن المعصية وهذا نوع من الصبر وهكذا في الحياة علينا أن نأخذ هذا النموذج وهذا المثال في حياتنا في حياة الشباب لا تنجر خلف من يجرك إلى المعصية بل عليك أن تصبر وأن تتصبر وأن تتحلى بالصبر فلا تقدم على معصية أبدا النوع الثالث من المعصية وهو صبر على المقدور وهو صبر على الإبتلاء فقد يبتل الإنسان في ماله وقد يبتل الإنسان في ولده وقد يبتل الإنسان في صحته وقد يبتل الإنسان في أهله وهنا يظهر معدن الإنسان الإيمان الحقيقي فالمؤمن التقي النقي صاحب الحبل الواصل بينه وبين الله يصبر ويحتسب وله الأجر والثواب وقبل أن أذكر مثالا لهذا النموذج القرآن الكريم يذكر لنا جزاء الصابرين ويذكر لنا ثوابهم ففتح الله لهم حسابا جاريا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى حساب جاري من الحسنات والثواب والأجر قال جل علاه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب يعني لا يعلم هذا الأجر ولا الثواب إلا الله سبحانه وتعالى هذا لبيان عظم هذا الخلق ولنتمسك به في حياتنا لكن لنأخذ أمثلة لنتعلم كيف يكون الصبر على الإبتلاء وكما ذكر أستاذنا الجليل وعالمنا ما حدث لسيدنا أيوب وهو شيخ الصابرين وإمام الأنبياء في هذا المجال فكان الإبتلاء عليه شديد في ولده وفي جسده وفي ماله لكن مع الصبر كان له جزاء عوضه الله عن الصبر عوضه بأولاد وعوضه بصحة وشفاه الله على الفور وليس على التراخي وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحم مستني الأدب مع الله حتى في الابتلاء ما أحوجنا إلى هذا الأدب في وقت الابتلاء أن تكون مؤدما مع الله سبحانه وتعالى مستني لم يقل يا ربي جئتني بمصيبة ولا فعلت كذا ولا فعلت كذا بل مستني والله به أعلم مستني الضر وأنت أرحم الراحمين ثم تأتي الاستجابة بعد ذلك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر هذه النتيجة وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى وذكرى للعابدين هذه ذكرى هذه موعظة لكل عابد مؤمن عارف بحقيقة هذا الأمر والصبر على الابتلاء أيضا في عهد الصحابة ليس فقط للأنبياء بل الصحابة كذلك وقعوا كثيرا في ابتلاءات لكن نذكر مثالا واحدا ونأخذه من جانب الصحابيات رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي على قبر وهي قد فقدت ولدها فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القلب الرحيم وهو يعلمنا كذلك الصبر يقول لها ما لك يا امرأة قالت له إليك عني يعني اذهب عني اتركني في محنتي وهي لا تعلم من هو هي لا تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إليها بعد ذلك وقالوا لها إنه رسول الله فذهب النبي فذهبت إلى رسول الله وقالت له لا أعلم أنك رسول الله قال لها يا امرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني عند المصيبة ولذلك ليس لكل أحد أن يصبر كما قلت الصبر هذا صفة تحتاج إلى إيمان إلى علاقة قوية بالله إلى ربطة جأش إلى ثقة بالله حسن اليقين بالله سبحانه وتعالى هذا نموذج نموذج آخر من التابعين عروى بن الزبير وقد تري كذلك ابتلاء شديدا كذلك فنكون قد أخذنا نماذج من الأنبياء ونماذج من الصحابة والصحابيات ونموذج كذلك من التابعين خرج عروى بن الزبير وهو في الطريق في سفره ابتلي بمرض في رجله فوصل هذا المرض ويسمى بهذا المرض بالآكلة يعني تأكل يتغير لون القدم أو الساق ثم يتآكل والعياذ بالله فطلبه الوليد وهو الخليفة وقت ذاك فوأتوا إليه بالأطباء فقرر الأطباء أنه لا شفاء من هذا المرض إلا بالقطع إلا بالبتر أمر صعب وقبل أن يأتي إليه الأطباء قد ابتلي بفقد ولده ولده يمشي فدخل في استبل خيل فضربته أحد الخيول فمات ففقد ولده وبعد قليل جاء الأطباء وقرروا أن تبترى ساقه وقالوا له هل نسقيق شيئا حتى يغيب عقلك حتى لا تشعر بقطع الساق أو بالألم قال لهم حاشايا حاشايا أن أعصي الله سبحانه وتعالى عليكم أن تكملوا وكان يردد وقالوا كما ذكر أهل العلم أنه في هذه الليلة أكمل ورده الذي كان يقرأه في القرآن في هذه الليلة وقال يا رب لئن ابتليت فقد عافيت ولئن أخذت فقد أعطيت وهذا النموذج عظيم في الصبر وفي الإبتلاء على المرض وفي الإبتلاء على فقد الأولاد لأن فقد الولد أو الإبن ليس أمرا سهلا على الإنسان أو على الأب أو على الأم بل هو أمر يحتاج كما قل إلى علاقة قوية ومثقة بالله سبحانه وتعالى تعالوا نأخذ هذه النماذج صورها القرآن الكريم في آية عظيمة وكريمة في سورة البقرة فقال جل في علاه ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أنواعي ابتلاءات في هذه الآية ابتلاء الأمراض وابتلاء الأنفس وابتلاء فقد الأولاد أو الأحباء جمعت في هذه الآية الكريمة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يأتي الأمر من الله وبشر الصابرين لو تأملنا في هذه الجملة وفي جمال القرآن وحلاوته وبلاغته يأتي هنا أمر البشرة كيف يبشرنا الله يبشر الصابرين مع وجود فقد الولد والمال والصحة والخوف والرهبة والله سبحانه على كأنه يقول سنعوضكم عن هذه الابتلاءات يا من تصبرون على هذه الابتلاءات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مما سبق ماذا يفعلون هذا هو رد الفعل من صاحب الابتلاء بكل أنواع الابتلاءات ابتليت بولد بفقده أو ابتليت بولد يعني ضل الطريق أو ابتليت بضياء أموالك وفقدها أو ابتليت في أرضك أو ابتليت في صحتك أنت الرد هنا يكون رد الفعل يعني والأدب مع الله تقول إنا لله وإنا إليه راجعون أن ترجع إلى ربك سبحانه وتعالى وأن تسن إليه الأمر فهو سبحانه وتعالى جل جلاله هو الخالق والمالك وهو الذي بيدي يعوضك عما ضاع وفقدته في حياته وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ثم تأتي نتيجة أخرى وأجر آخر وثواب آخر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذه النتيجة العظيمة التي يصل إليها المسلم الصابر وعدنا الله بها وإذا وعد الله سبحانه وتعالى فلا مخلف لوعده كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا في أحاديث كثيرة على الصبر وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أعطي الإنسان عطاءا خيرا وأوسعا من الصبر ولا يشاك المؤمن من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم حتى شك يشاكها إلا كفر الله بها خطايا فكل هذه الابتلاءات إنما يغفر الله سبحانه وتعالى بها ذنوبك وسيئاتك التي قد ربما تكون قد قدمتها وثواب صبر عظيم وجزيل والله سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أسأل الله تعالى أن يكتبنا من الصابرين المحتسبين الذين يعلمون ويفهمون وقزاؤهم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الصابرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليك أبدالصلاة والسلام فتح الله عليكم فضيلة الأستاذ الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب وزارة الأوقاف المصرية وأيضا شكر موصول لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد ربيع يوسف عميد كلية الدعوة الإسلامية بجناعة الأزهر الأسباق حقيقة في هذه الحلقة والتي تحدثنا فيها عن خلق الصبر وتحدثنا فيها عن صبر الأنبياء وأيضا الابتلاءات التي تعرض لها الأنبياء ولكنهم انتصروا بالإيمان والثقة بالله عز وجل وأيضا الصبر على كل هذه الابتلاءات وكان النصف الآخر الذي نتحدث فيه عن جزاء الصابرين في هذه الحلقة ربما نريد أن نوصل رسالة إلى حضراتكم إذا تعرضتم إلى ابتلاءات أو إلى مشقات في هذه الحياة فاستعينوا بالله عز وجل شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته